أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ حابك والذريتها من الشيطان الرجيم ورب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحدث بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى حلى سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصلم التسليما فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الذالمين فجأني بما به فجانا باقي مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باقي مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باقي مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا ودر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني لحو حمدي بما ستبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا بغو سكوري وكف الشيطانا كفاية الباقين ما أطانا حمد حمد الحامدين لانا بالقلب قالق الورى مولانا مح الفرى والذحذح الفتانا وذكر حل حكيم قد آتانا دحوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأوقط بيأورا مشانا وذان لي إن الهدى ما شانا لك أوجوحنا إحصانا فاقب دائما الفتاح حصانا لك قتابي بأوراث حانا لي بحاف راقي الألحانا فديتنا ولم تذل رحمانا وقتلي تقديم والأمانا أعطيتني الذي محل أدرانا بحشرت بالأوطان والأقرانا لي وأبت البشر والجيرانا كفيتني قوما حوى قصرانا ليأتصف الأمر والجنانا تأبني بلاحن الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكر كلا حم يا من دانا كلي به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت وتقانا جذة البحور رضني من مانا بالمنتقى أتدل الزمانا جذاء ربي راض لسلطانا فمح الأمين والمناء أحتانا أشكره ولم يذل ديانا شكر الذين شاهدوا حيانا نعجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مذجانا الحمد لله الذي حدانا لذا وبالأمين قد فدانا محمد وحبل القرآنا شكري إلاحي عليه آنا نفع شكوكي قاد لي تبيانا وذادني اليقين والبيانا أمانني وحبل الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا لحوق طابي ومحل عصيانا كما كفاني منح وتغيانا قلبت لي يا مالك الأحيانا يا من محل قطأ والنسيانا وجحت لي ما قادني برحانا يا من ينور بي الأذحانا مددت لي ماذا دني إيقانا يا من كفى موتي لمن ألقانا أمانني وحبل الإسكانا ولي وغبت الروح والجثمانا هجت بالبقاء منذ حانا من قد قلب وكفر الألحانا زد رسول الله قد آوانا منذ الأمير ألحر الأدوانا أنت الذي ألنت من آدانا بمدحم الكتاب حدانا لردت من ذلمني فلانا ولنت قمت من حيا مولانا مدام كوسي صافيا جذلانا وللأمير قلد القذانا يا من لم يذل رحمانا أيا رحيم لأدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدحم من قد ألك السجانا عدم توجيه مكاري القدر من جكشص لأبدا محل قدر عدم توجيه مكاري القدر من جكشص لأبدا محل قدر إلي وجه الكريم الباقي ذو الأراضي نصب والطباقي معرو متح من حب جاح المصطفى صلاح عليه بسلام يستفى شهدني ربي بأني غبدون لو قديم لنبي ويبدون حدما بنيتح أذا يلاحون يغضي الذين ذحني الإله دون مكاتي بالعبادات محا تغربي كل المذايا جمحا وجه الذي يحبني يبيضون يوم وجه السوداء تبيضون أجر الذي ناذعني ولم يتبون شقاوة تدوم في أمي الكتب ليبانا أن المنتقى وسيلتي صلاح عليه واحب الوسيلتي يجدني إن مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر باحا بقمة النبي الأولياء علي مرضى مفيد نيليا قرمني الكريم والمكرم بجايما نؤون بالمكرم ردني أني لا هو المحتار وحمية كنيتي أستار من لم يوافقني في الذي أحب نفاه ربه إلى ما لا يحب حداني الحدي فلا أضل فمن يوافقني فلا يضل حني محاتي ورضاه الأكبر باقي أتاني من طير ذبري إلى صوايا كل من أعداني بصرف باقي ذكر أداني إلى صوايا كل من أعداني بصرف باقي ذكر حوحداني محات حروف ذكري ضلاني كما تجود لي بالحلالي جاد لي الباقي بما لا ينفد كما اشترى مني ما بي أن ينفد كتاب ربي رفيقي أبدا به كفان الله من لم يحبدا سلامة الذي يلوذ بالحليم وبالنبي بي من المنفعين شكرت من لي لا يوجع الكدر في أبد وقادني بصر القدر شكرت من لي لا يوجع الكدر في أبد وقادني بصر القدر لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومخصنا ومدمنا ألي أمن ببقاء وصحح وقادني كتاب حما الصحاح لوجه الكريم ذح ذح الكدر إلى صوايا وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينح جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد ليلقي اللغنا عن غيره وكان لي الحب بآلى قيره ترسي عن الغدب والضلال رد العليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذو مكيم لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا هوت منافع السنين والشعور قالصة لوجي مالك الدحور وأجأني الجميل في دنيايا ببصار مقلدا صنيايا ناجي ترابا آلمين مومنا ومسلما ومخصنا ومدمنا في كل يوم وفي كل أصبع وفي كل شهر وفي كل عام واجعل هذه القصيدة صارفة درر نار الدنيا إلى غير ذاتي وإلى غير محترح الله لي وعصمني من رؤية نار لاحدة أبلا بفضله وجوده وكرمه والدعو على ما نقول وكيل سبحان ربك رب عزتها ما يسيفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة